فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد حراكاً مع نفسك مصارعة نفسك يؤجل عجل عجل لكن لا تضعه قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنيايا إلا بهذه اللحظة إلا بهذه اللحظة وبهذا العمل وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن أجيب يا جماعة تطمئن يا أخي فكر بهذا عندما تقول وهو أكبر تجد شيئاً في نفسك ويالله مش مش قل يا أخي هوناً 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 ما لي من حياتي إلا هذا ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا اطمئن يا أخي ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي من تناجي يا أخي تناجي أحد شيئاً إليك وهو الله عز وجل ألم تعلم أنك إذا قلت الحب لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سر السماوات قال حمدني عبدي ألم تعلم أنه إذا قلت رحمن الرحيم قال أطلع علي يا عبدي ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي كل هذا حق ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد النصفين ألم تعلم أنك إذا قلت إهدنا الصلاة المستقيم قال الله هذا العبد والعبد نسأل هل تجد خيرا أكثر من هذا كيف تفر من أن تقف بين يدي من ينجيه وهو على كل شيء قهير يا أخي اعرض نفسك اعرض نفسك ولماذا خلقت والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهنت عن العبادات ولرخصت علينا الدنيا كلها لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران هكذا يقول ابن طير محمد الله وصدق